اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيرفي برشلونة اللي بتجيكم مني انا محمد عوال بالتعاون مع شركة انا برشا برشا وبرشلونة نيوز وابداع الملاعب على فيسبوك وبرشا جروب على انستغرام حلقة اليوم بعد فوز برشلونة اللي على بلباو الفوز اللي ممكن لما نشوف التاريخ بنحكي عنه متوقع لانه بلباو زياراته الاخيرة لأكثر من عشر سنين دائما عبرجا بنتائج سيئة من الكاملو وبرشلونة بعيش احسن حالاته بلباو مش مستقر وبالتالي الفوز متوقع لكن برشلونة ما ترك الامور للصدفة برشلونة شوفناها عم بيبدأ بتشكيلته الاقوى المتمكن فيها لانه ان يستكن عم بيرتاح اعتقد بدنيا وذهنيا بعد تصريحاته عن الخروج بوسكتش مصابل ويسواريز محروم وباع غير ذلك تم الدفع بافضل لعبين موجودين وشوفنا باكو الكثير عم بياخد بداية هذا اللقاء ايضا وشوفنا كوتيني ودمبلي عم بياخدوا كمان يبدأوا في اشارة واضح من فالفردي انه مش حيحاول يستنى كثير عشان يحسم الدوري لانه بده يحسم الدوري عشان يعرف يدير المباريات بنحاول دور الابطال خصوص انه عنده مباريات دور ثم نصف نهائي فترة قصيرة جدا في هالشهر المقبل وبالتالي كان الحسم واضح كانت الرغبة بالحسم واضحة وهذا الشي عاد بوضوح على الشوطر اول لبرشلونة دقائق الاول من اللقاء شوفنا بلباو عم بيحاول يفاجئ برشلونة بنوع من الضغط العالي اللي فيه كثافة عددية وبالتالي حاول يفصل قل فيه محاول منه لإبطاء صعود برشلونة وفعليا نجح في ذلك لأول مرة عم بنحس هذا الموسم انه برشلونة بياخد وقت كثير حتى يصعد من خط دفاعه لخط وسطه لكن برشلونة استخدم السلاح الاقوى له فعليا هذا الموسم اللي هو سلاح الصبر سلاح انه مدام الكرة معي انت مش هددني ولو طلعت له قدام انا ههددك كثير لانه انا عندي ميسي وانت طالع بضبط عددي وبالتالي حتكون فعليا عندك نقص عددي في الخلف وهنا بتبلش المشكلة وبالتالي برشلونة المفاجأة ومن اول صعود صحيح بالكرة قدر برشلونة يخلط كثافة عددية واضحة وطبعا شفنا الهدف اللي بيجي طبعا اكيد الهدف هواضح جدا انه فيه تسلل لكن المقصود فيه بيجرع عن التسلل لكن المقصود فيه كيف برشلونة قدر يدير المفاجأة اللي يحاول يا منها بالباو وهذا فعليا يعني الصبر هذا والحكمة هاي اللي عم بتحلى فيها برشلونة هذا الموسم كانت فعلا من اهم مزايا وصول برشلونة لقب الدولي ممكن من الاشياء الملاحظة مثلا على الش من الشرط الاول انه برشلونة فعليا استحواذ 60 بالمية لكن بالعالة نتوقع انه برشلونة برشلونة انه استحواذ اكثر المسألة النسبية دائما اهم في الله بما من المسألة الرقبية في كرة القدم وبالتالي ليش سرع اليوم لريتم اصرع اليوم الكرة كل ما كانت الكرة تدخل نصف الملعب بتاع بالباو يكون فيه نوعا من السراحة حول ديملي كوتينيو ميسيو وحتى باولينيو وبالتالي هذا التسريع الذي تم من برشلونة خيرنا نحس انه الكرة مع برشلونة اكثر القرة اخطر من الوقع الطبي اللي بتكون فيه الكرة 70% مع برشلونة بس ما منحس بهذا الشعور اللي كنا نشوفه اليوم برشلونة ما غير بشكله لعب ب4-4-2 مع خلق زيادة عددية لما يملك الكرة بيقدمها باولينيو أهل باب الصعود للأمام وبالتالي فعليا كان برشلونة يقدر حط 6 لاعبين في الثلثة الأخيرة لبلباو دائما هذا الشي خلق مشاكل لبلباو إنه يعرف من وين المفاجأة خصوصا إنه من أهم الأشياء اللي لاخدناها اليوم ديمبلي ديمبلي الثقة اللي عليه بعض الحيان بتفرق اللعيب في ثقتهم إنك شوفنا ما يمسك الكرة كيف يحاول يمررها كيف يحاول يمر كيف يحاول يراوغ ممكن يكون ما تدخل مباشرة نحو المرمى وممكن ما يكون ما تسددش أخطر تزديدها على المرمى قبل الحسن بالهدف الثاني مليون ميسي لكن بتشوف إنه هذا ديمبلي اللي كنا نشوفه في دورتمون ديمبلي اللي بيحاول يوريك إنه أنا عندي قدرات ديمبلي اللي بيعطيك إنه أنا بقدر أعمل بقدر ما بخاف من حد وهذه من أهم مزايا إنه سجل أمام تشيلسي وبالتالي مسألة ثقة كنا عارفين إنه مسألة ديمبلي مش مسألة جودة بل مسألة ثقة بالنفط تحسب مباراة في أوروبا وهذا شيء أكيد حيرجع عليك بشكل إيجابي بعدها ولو يقدر برشانة يحافظ على ديمبلي بهذا الشكل حيكون جوهرة لسنوات طويلة معها طبعا الشوطر الأول كانت لازمة تروح نتيجته يعني فلكية لو لا العوارض وتألق كيبا وكانت موضوع واضح جدا من الشوطر الأول إنه هذا اللقاء برشانة فيه مستوى وبلبع وكثير أقل منه برشانة للعب بكل جدية بكل حسم زي ما تكلمنا وهذا الشيء ساعد ويطلع بهذا اللقاء ممكن الشيء الوحيد اللي لسه الواحد قلق منه إنه بحس إنه بكيف فعليا مصاب الرجل كل مباراة عم بشكي فالخوف كله أني يجي بكيف يقول لك أنا مش قادر أكمل في البقطع المهم في أوروبا وفي أهم لحظات دوري أبطال أوروبا بس إذا كان مصاب المنطق بحكي كان لازم يرتاح حتى لو المباراة المهمة اليوم المباراة بأرضك كان ممكن تدور فيها أول خمسين دقيقة لبرشلونة كان الحسم مواضح وشفنا بشكل واضح جدا هذا الفريق بدافع ممتاز إذا قسر الكرة بلباو ما كان قادر عم بيعرف كيف يرتد كان صغود عادي دائما في بيكي في أمتيتي في تقطية واضحة من راكيتش اللي كان دائما يلعب خلف باولينيو التنظيم الدفاعي هذا التمركز الدفاعي هذا اللي بيبدأ من خط الوسط لخط الدفاع من أفضل الأشياء اللي عملها فالفردي لبرشلونة خلنا نشوف شغط كامل اللي بينتهي بدون أي تزديد البلباو وشفنا أول تزديد عم تيجي بالدقيقة لخمسين من المرتدة ومرت بجانب المرمى هذا من الأعمال اللي خلت برشلونة أقوى نعم ميسي هو نقطة القوة لكن ما يحدث حول ميسي بيخلي ميسي أقوى وأقوى وبيقدر يقودك للألقاب لأنه زي ما بنعرف ما فيه لاعب واحد في عالم بيقدر يجيب لك ألقاب إذا فريقك ما بدافع صاح وإذا فريقك ما بيساندو صاح دفاعيا وهجوميا بما أن المباراة مرت بدون مشاكل لبرشلونة خلونا نستغلها نحكي عن الموضوع اللي عم بتكرر كثير بالصحف هل جريزمن لبرشلونة؟ لا ولو جاء كيف؟ منطقيا الكلام كله والمؤشرات كلها بتحكي جريزمن لبرشلونة الميزانية تاعت برشلونة تسمح أنه يدفع أيضا 100 مليون بعد التعاقد مع أرثر وبالتالي كل شيء بيحكي جريزمن على برشلونة لكن كيف حيلعب التساؤل؟ كيف حيلعب عنده ديمبلي عنده كوتينيا وعنده ميسي؟ هذا السؤال بده تدريج أول شي برشلونة يلعب الآن 4-4-2 منطقيا هذه الخطة مستحيلة تكون الموسم المقبل لأنه معناها ببساطة أنه إما جريزمن بدل سواريز وبالتالي بيلعب أساسي أو أنه جريزمن ما عندهش إلا مكان واحد بيلعب فيه بهذا الشكل اللي هو مع لويس سواريز أو مع ميسي وبالتالي معناها فرص جريزمن قليلة أو فرص سواريز قليلة وهذا الشيء غير منطقي وغير حتى اقتصادي حسابيا من اللغة المالية منضيف على ذلك أنه خطة فالفيرد المفضلة هي 4-2-3-1 اللي لعب فيها سنوات طويلة مع بلباو السنة هاي الضطر يغير يطر يلعب بشكل آخر لأنه بده يدير الأسماء اللي عنده والأسماء اللعيبين معها وادارهم بشكل ناجح زي ما شفنا المتوقع أنه برشلونة يرجع للموسم المقبل 4-2-3-1 بـ 4-2-3-1 إجريزمن فعليا بيقدر يلعب بدل سواريز بيقدر يلعب على الطرف الأيسر ويقدر يلعب خلف المهاجم وبالتالي عنده ثلاث فرص يلعب دقائق ولو ما شاءنا مع لعيبة برشلونة 1-1 حنلقى أنه ميسي طبعا حيظله ثابت رقم 10 بهذا الشكل لوي سواريز مهاجم لكن حنلقى مثلا دملي بيقدر يخدمك يمين يسار كوتينيو بيقدر يخدمك يمين يسار ورقم 10 وبنفس الوقت عندك روبرتو لازم ما ننسى اللي بيقدر يلعب ضهير أيمن وبيقدر يلعب وسط متقدم ببعض المباريات اللي بيقدر تلعب فيها 4-2-3-1 لغايات دفاعية روبرتو يكون جناح وأيضا روبرتو بيقدر يلعب محور من المحاور وبنفس الوقت باولينيو بيقدر يلعب محور بيقدر يلعب خلف المهاجمين وبيقدر يلعب على الطرف الأيمن بمباريات لغايات معينة وبالتالي برشلون حيكون عنده تنوع بالأسماء في المقابل أرثر اللي جاي هو فعليا بيلعب مع باكدار راكيتش أو بوزكيتش بـ 4-2-3-1 لأنه منعرف هو الصانع لعب متأخر قدراته الدفاعية كويسة قدراته بالصعود بالكورة كويسة وبالتالي هذا مكانه المناسب هذا الشكل ممكن نتوقع بارطبط كماما بخروج إنيستا لأنه بـ 4-2-3-1 لا يوجد مكان طبيعي لإنيستا وبالتالي تنميح إنيستا للخروج جاب لأنه متلائم مع هذه الفكرة دينيس واريز أيضا على الأغلب حيخرج أنه واضح ما فيش عليه قناعة حتى قبل الإصابة وبظل بيننا واحد من الاثنين على الأغلب حيخرجوا إما أندري جوميز أو باكو ما أعتقدش في الاثنين مع بعض واحد منهم وممكن نشوف محافظة على أليكس فيدال من باب عمق التشكيل أنه بقدر لعبي مركزين وبالتالي من باب فقط عمق التشكيل يضل وهو واضح أنه مرتاح لهذا ما عندهوش مشكلة وهذا الشكل الجديد ممكن يعطي فرصة لكارليس ألينيا أنه ياخد فرصة أكثر في نوسم مقبل يلعب له شوية دقائق ويبلش يصعد للفريق الأول تدريجيا لأنه إله مكانين في خط الوسط بالعمق وحتى في بعض المباراة السهلة جدا ممكن نشوفه بيدخل بديل خلف المعاجمين برشلونا بهذا التفكير عارف أنه فيه نجم للنجوم حيجلس بره في كل مباراة تقريبا كوتينيو ممكن يكون احتياط ديمبلي ويكون احتياط غريزمان الويس واريز لازم ننتبه ميسي راجع من كأس عالم ما منعرف كيف ردة فعله حتكون الويس واريز حيكون كبر سنة كوتينيو ديمبلي الاثنين بينصابوا شوي شوي زي ما شفنا وبالتالي انت لازمك لاعب إضافي يخلي دائمين الجود بأعلى ما يمكن لاعب فيه بينهم هاتلاثة أو أربع لاعبين فيه بينهم نوع من المداورة تعطيهم أكبر عدد ممكن من الدقائق حيكونوا راضين طول ما هم مشاعرين جميعا أنهم مهمين خطوة مهمة من برشلونا وكمان المسألة الخارجين لابد منها لإدارة السيول المالية ولإدارة حتى ميزانية الأجور في الفريق عشان يظل متلائم مع قانون اللعب المالي النظيف نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد ضروري جدا تشتركوا على قناة سيفي سبورت على اليوتيوب وأنا موجود فيسبوك تويتر إنستجرام والسلام عليكم ورحمة الله